اول كرط يجيك يا برج الميزان يقولك عيش اللحظة اللي انت فيها وبلاش تضلك زعلان على شغلات سارت فيه صراعات في جوات عقلك وفيه غضب كبير فالورقة بتقولك عيش حياتك الحين عيش اللحظة بلحظتها عيش وانبسط لان الهدوء مقرب منك الهدوء عم بيقرب منك فانت لازم تشوفه وتعيشه كذلك بشوف يا برج الميزان انه فيه طاقة كبيرة عندك فيه طاقة غضب وزعل يعني كيف براحل الشرح لك هني كأنه انت منزعج فاير من هالطاقة هي مومنيحة من الاصل اما الحبيب فايجته اكرت انه رح يعيش حياة جميلة ورح تكون عنده اسرة جميلة وفيه سعادة كبيرة من تسرته وحاجات حلوه في الطريق وحيكون في توازن بينك وبينهم ولكن لازم على الحبيب يعمل تسامح وتفاهم معك لانه اذا فعل هذا يعني لو عمل كده فربنا حيديه الحب الحقيقي الغير المشروط لانه انت بالنسبة له يا برج الميزان الحب الحقيقي فمبين عندي يا برج الميزان انك قلت له كلام جامد يعني كلام قاسح يعني كلام هزه خلاه في حاله لاني عم شوف وحاسس انه مجروح جدا وتعبان وبيفكر الكلام اللي قلت له في الشغلة اللي صارت بيناتكم رح نشوف رح اسحب لك كرت ثاني يا برج الميزان نشوف شو رح يطلع لك خلينا نشوف يا برج الميزان الكرت هي كرت دعوة كأنه في عندك دعوة انك تهدي حالك وتلتجئ للدعاء والسلاة كأنه في عندك امية في عندك دعوة الحقيقة الكرت هذا دعوة هي كرت استجاب الدعوة بس في حالتك حسب الحالة اللي طلعناها انت لازم تدعي وتصلي وتطلع من الطاقة السلبية اللي انت فيها يعني انت لازم تخرج تتفسح لانه مبين يا برج الميزان انه انت زعلان ومتعكن قوي ومش عارف تفكر ومتغاض من الحبيب انت نظرتك كأنك شايف انه الحبيب ما بيفكرش مزبوط ما بيفكرش منيح انه مش متوازن انه انسان متل اخبط انه انسان يعني مش متوازن وكذلك يا برج الميزان ممكن يكون هالشي هو حب جديد وشخص جديد دخل حياتك ويداك حب جميل اوي وواضح ان العلاقة دي علاقة جديدة يعني ممكن تكون كذلك عندي فيه اشارات يعني ممكن تكون علاقة جديدة فمبين عندي انكم في علاقة الصل مايت او توينفلين وانتو شكلكم مش متقبلين من زمان من زمان اوي او انكم اتقبلتو وتخصمتو لاني بشوف في غضب بيناتكم يعني في زعل كذلك عندي هون فيه ورقة طالة للحبيب بتقول له انتظر ويت وانت جيدا لك ورقة بتقول لك مهم تعامل بطريقة مختلفة واسلوب اخر يا برج الميزان خليني اتاكد في عندي طاقتك طال عالي طاقت الشيطان مش الشيطان يعني القصد بس طاقت الغضب يعني انسان غضبان متغاز كتير يعني كأنه الدخان عم يطلع من انفه من الغضب بدي اتاكد اشوف طاقتك بس اني اشوف طاقتك تطلع نشوف طاقتك صح طالها عندي طاقتك طاقة غضب وزعل يعني انت دمك فاير من الشي اللي صار والله ما في بيس سهل يعني لتكون طاقتك بهذا الشكل يعني عندي طاقتك هون بس انا قلت خليني اتاكد واضح عندي يا برج الميزان انك زعلان ومتغاز ومتعسب ومتدايق ممكن يعني ان يسكون حاليا في طاقة جسديا بس واضح عندي انه في طاقة غضب يمكن لأنه انت شايف انه الشخص يدا بيلعب وخلينا نشوف سوف نرى الشخص اذا يلعب اذا ظنك في محله سوف نرى بصراحة البرج الميزان لدي انك زعلان كثير وكأنك عم طالب بالعدالة بس طالع عندي هذا الشخص لا يلعب متى حاجة يعني لا يلعب ولا شيء ولا حاجة الشخص دا بيمر بظروف صعبة بحياته وفي حاجات كثير يعني في حياته مثل اخبطة وهو حاليا بيحاول يوازن حياته هو مجروح طالع عندي انه مجروح كثير بيحاول يوازن حياته الشخص دا مر بشغلات يعني خليته يخاف من الحب بشكل عام فهو بيحاول يوازن نفسه بشكل كلي بحب اقولك ان الشخص دا اللي نشوف اتأكد انا عم بتأكد نشوف الشخص دا صح متى ما قلت الشخص دا عاوز يعطي فرصة للعلاقة دي وهو بيحبك بيحبك كثير كثير انا حبيت اتأكد رغم اني القراءة واضحة عندي بس حبيت اتأكد عاملة هون الشخص دا بيحبك كثير شعر وشعر معاك بالسعادة كبيرة لانه شايف انك انت السلميت تبعه هو مجروح اوي وحاسس بجرح بجرح كبير هو شايف انك غامض اوي فاحتمال تكونوا من بلاد مختلفة او في شيء يعني في شيء بينكم مختلف لانه هو بيشوف انك شخص مختلف عنه وعندك حاجات يعني بتخبيها عنه هو مش عارفها ومش عارف يفهمك يعني بشكل مصبوط وشايفك من النوع القلوق يعني شايفك بتصير قلق بسرعة وما بتتكلمش يعني اه في شغلات اه كتيرة هو عاوز يعرفها وما بتبينش انك متدايع كمان هو شايفك انك اه اختفيت وتباعدت عنه ومش عاوز تكلمه ومبين عندي انه انت قلت له كلام اه جارح كلام يعني جارحة كلام في الصميم ومدتوش فرصة عشان يدافع على نفسه فهو عايز فرصة عشان يدافع عن نفسه يا برج الميزان كمان هو شايفك انك تسرعت من اتخاذ القرار ناحيتوه وتسرعت بالحكم عليه وكذلك بالحكم عن الموقف اللي صار او اللي صار بناتكم او اه الموقف اللي كان فيه هو على حسب الوضع فانت ادرة فانا يا برج الميزان يعني شايفك انك اه خايف من السعادة من الارتباط وشايفه يا برج الميزان انه الفترة الجاية رح يكون دماغك متلخبط وحاسس انك مش عاوز ترتبط تاني يعني لحد ما تزبط حالك مش عاوز حالاقه مع حد دلوقتي وعاوز تكون لوحدك حابب انك تضل مع حالك عشان تدرس الوضع منيح صراحة يا برج الميزان الشخص ده عنده حماس للعلاقة دي وعايز يدي فرصة للعلاقة مرة تانية خليني شوف الورقة اللي عندك مقلوبة يا برج الميزان الورقة دي بتعني انه الشهر ده مش هيكون بناتكم توافق او مش هتعرفوا توافقوا او تتوافقوا صح مع بعض وده بسببك يا برج الميزان ضالع لي بسببك لانه ده اللي بينكم لانه ده اللي يبين عندي يعني يبين انه انت متعصب حتى اني قلت خليني اتأكد مرة ثانية يطلع عندي انه انه انت متعصب وفي طاقة عصبية يعني كأنه في طاقة ممنيحة فانت متعصب يا برج الميزان اهه وعم شوف انك حاسس ان الشخص ده هو السلمات ولكن انت بتكتقول انه انا بس سهل الاحسن وده انسان متل اخبر ومش عارف هو عايز ايه وبيعب بضيع وقت يعني ممكن يكون بضيع وقت هون وهون هم لهذا يا برج الميزان طلع لك ورقة بتقول لك انت محتاج تطلع من الطاقة دي وتقدي وقت وما تفكرش في الماضي او احداث صارت مع هذا الشخص كمان في شغلات قلقاك اوي وانت شاكك انه الانسان ده بيلعب عليك بس يا برج الميزان طلع لك طلع لك انه شخص ده بيحبك ورح نشوف رح حاول اتأكد شوف شخص ده بيحبك انا هم رح نعد شخص ده بيحبك بالعطة اللعين بيحبك الشخص ده بيحبك اوي انه بيحبك وانت عايز حسب ما بيحبك بيحبك بصراحة مش عاوز الانسان ده. يعني انت متل اخبط. بس حب الشرك انه الانسان ده هيستنك. لانه بيحبك. وهو متسامح. خليني شوف شغلة انت قلت له كلام قاسي جدا. فهو حاسس انه مجروح. ولازم يدافع على نفسه في هالموقف اللي صار. مهم. كمان. لازم اشوف. اشوف لك هاد النقطة هادي. طالع لك ورقة يا برر الميزان. امسك نفسك. اها. وصبر شوية. امسك اعصابك. فالشخص ده هو والماء يتبعك او تويفلين. وهو بيحبك وبيستنك. ورح ينتدرك. بس انت الفترة دي عايز تضل حالك. وعاوز تنعزل. مش عاوز تخرج. ولا عايز تتفق معه. فبشوف يا برش الميزان انك لازم تمسك نفسك شوية وتخفف من طاقة الغضب اللي طاقة الزعل. طاقة الضجر. لانه انت بتفكر كتير. فانت محتاج. انت مش شايف انه الشغلة دي مهمة. بس انت محتاج. محتاج تتفاهم مع الشخص هذا. عشان ترتاح. انت لازم ترتاح داخليا عشان تشوف الامور بشكل صحيح. فانت يبرج الميزان محتاج شوية هدوء. طب خلينا دلوقت نشوف ايه اللي هيحصلها. خصوصا انه عندك الطاقة دي. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل مع هادي الطاقة هادي. خفف الطاقة والله ماشي بيستهل الزعل. شوفوا حتى الطاقة طالع عندي مش اه يعني نفس الشي. انا عايز اعرف ايه ايه حكاية الكاك اللي بيطلع لك ده. كل ما فك انا نقل كروت دي. والله انا مستغربة. مبين عندي يا برج الميزان انك متعصب اوي. فانت هتفضل في الطاقة. في الطاقة دي زعلان يعني زعلان شوية. والشخص ده طالع عندي كمان زعلان ولكن هو بيحبك وعاوز يعطي فرصة تانية للعلاقة. العلاقة دي. بس انت عندك احساس انه في شي احسن مستنيك. وانت بتستاهل افضل من كده. فالورق بيقول لك خد وقتك. اه. خد وقتك واطلع وتفستح وافرح. عشان تطلع من الطاقة السلبية دي. عشان انت عرف تفكر مزبوط. انا شوف لك شو رح اقول لك الورقة. كمان الورقة بيقول لك يا برج الميزان انت محتاج للشفاء. خصوصا اه للشغلات اللي صارت معك. والشغلات اللي جواتك. فانت محتاج تجلس لوحدك مع حالك. وتستشفي روحك. انك. وتستعمل الوقت ده بانك تفكر في الحب. والطرق اللي ممكن انك تعطي فيها الحب. عشان انت كذلك تحصل على الحب. او يا برج الميزان انا شايفك انك متلخضر قوي. وانت لازم تدور على مدرس روحي. اه عشان يساعدك من التخلص من الغضب او الزعل او حتى ممكن تكون دي طاقة جسدية. فراح لكم الابراج اللي ظهر عندي. عندي اه برج السرطان. وبرج الجلي. والاسد او القوس. في عندي طاقة نارية وهوائية ومائية. بس يعني بشوف في طاقات بس قليلة. بس دي الابراج اللي تعغي على القراءة. اللي واضحة. فربنا معاكم يا برج الميزان. يا رب تطلعوا من الطاقة الجمدة. الطاقة الغضب دي. و اه يعني انت فجازم تروح عن مدرب روحي او سيكولوجي فكيف ما بيقولك الورق فكر في اللحظة ومش في الماضي عيش اللحظة بلحظته ولا تخلي الزعل يسرق منك الوقت يسرق يومك يسرق ساعتك لو شو ما صار لانه بيقولك السلام بيقرب منك خطوة بخطوة وانت هتفهم فانا بشوف يا برج الميزان انك تدي الشخص ده فرصة عشان يشرح لك ايه اللي حصل وتفهم الموضوع صح وتتخلص من الطاقة السلبية من طاقة الغضب طاقة الزعل طاقة الدجر او طاقة العزال وتفهم الموضوع مزبوط فالورق بيقولك انه ضقت السلام بعيدة عنك خطوة فتحرك مزبوط عشان توصل للسلام ربنا معاكم يا برج الميزان وقلوا لي رأيكم في القراءة ايه من خلال التعليقات اشوفكم على خير اشتركوا في القراءة اشتركوا في القراءة اشتركوا في القناة